يا هلا ومرحبا فيكم الحمد لله اليوم آخر يوم في الاختبارات يعني جميع المدارس العامة في السعودية اليوم آخر يوم في الدراسة ونطوي صفحة يعني أطول دراسة في تاريخ السعودية إن شاء الله ينهونها الطلاب على خير قصتنا اليوم تبدأ من مصر لكن هذه القصة بعماد أنا أخذتها عشان فيها الكثير من الموعظة وإن نوعي الآخرين ما يرتكبون أي غلط في عام 2014 بالتحديد صيادين رايحين يصيدون بالقوارب حقتهم البدائية على النيل في قرية أبو عزيز شافوا هناك شيء طافي على البحر لما قربوا منه هذول الصيادين شافوا إن هذا الجسم الطافي على شكل جلابية نساء فطبعا أهم حاولوا يحركوا هذه الجلابية يشوفونها هل هي خفيفة أو ثقيلة بمعنى إذا هي خفيفة معناها تعود حق ملابس مرمية أما إذا ثقيلة معناها تحتها أكيد في شيء أو جثة فلما حركاها للأسف إن كان تحتها شيء جدا جدا ثقيل أكيد إيش سواوا هذول الصيادين راحوا وبلغوا الشرطة وفعلا جاو الشرطة بسرعة البرق يابون يعرفون إيش هذا اللي حادث على نهر النيل وأول ما شالوا هذي الجثة على طول شافوا جثة امرأة هذه المرأة كانت عليها جلابية وكانت مغلفة بعباه من الجهتين من فوق ومن تحت مربوطة وكانت فيها ثقل يعني حاطين طابوقة زين أو حجر هذا حق البنيان للبيوت حاطينه بشكل جدا ثقيل على هذه الجثة عشان ترميها داخل البحر ولا يعني إنها تقدر تطفو هذه الجثة أو ينكشف أمر القاتل على طول هنا الشرطة باشروا التحقيق وجابوا الأدلة الجنائية وجاءت الأدلة الجنائية تشوف شنو سبب هذه الوفاء شافوا إنه في إشار مربوط حوالي عنقها وكانت مربوطة بأياديها طبعا ملامح الوجه شبه متحللة هنا الشرطة بدأت التحقيق طبعا الفيديو هذا أول ما اكتشفوه أول ما طلعوا الجثة من النيل صوروها في مقطع فيديو وبثوها على النت عشان يعرفون مين أهل هذه الجثة هذا التصوير الفيديو راح أحطه روابطة تحت راح تشوفونها في صندوق الوصف وكذلك مثبتة في أسفل التعليقات بعدها قاموا هنا الشرطة ينتظرون نتائج الخبراء والأدلة الجنائية الأدلة الجنائية مبدئيا أعطت أن هذا سبب وفاتها هو الخنق وكانت هذه الجثة متعرضة لعدة كدمات وضربات يعني متعرضة العنف قبل ما تموت وأيضا شافوا في آثار حمض النووي في أجزاء يعني سفلية من جسدها بمعنى أكيد تم ممارسة الرذيلة أو إنه ممكن زوجها على العموم أخذوا جميع النتائج الشرطة وبدأوا هنا يبحثون عن جميع الملفات اللي عندهم عن أي واحد جاء وبلغ عن اختفاء بنتهم وطبعا في جميع البلاغات شافوا من عدة قرى ومن ضمنهم قرية قريبة من أبو عزيز جابوهم وفعلا تعرفوا على الجثة قالوا هذي مو بنتنا وبعدها جابوا ناس تانية إلى أن توصلوا حق ناس من قرية بعيدة في سمالوت استدعوهم وحققوا وياهم قالوا لهم فعلا إحنا عندنا بنت مختفية حوالي عمرها 26 سنة وهذه البنت يعني تقريبا من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ما شفناها قالوا لهم طيب تقدرون تتعرفون على شكلها يعني تقدرون تطلعون على الجثة قالوا لهم نشوف وفعلا ما راحوا وحاولوا يتعرفون على الجثة مثل ما قلت لكم ملامحها جدا يعني ضايعه من أثار التحلل في المياه لكن أخوها اتعرف عليها عن طريق الجلابية اللي لابستها قبل فترة يعني وهذه الجلابية هي كانت نفسها لابستها أثناء وفاتها طبعا الأهل هنا انهاروا وقالوا هذه بنتنا أكيد لأن عندنا تصوير كذلك يثبت أن هذه البنت لابستها هذه الجلابية وفعلا وراهم هذا التصوير اللي هي بنتهم لابستها فيها الجلابية الشرطة بدأت تحقق وياهم وتتوسع أكثر وأكثر قالوا لهم أنتوا تشكون مبدئيا في أي أحد هل البنت عندها مشاكل قعدوا هنا يتحفظون في الكلام شوي شوي لكن بعدها خلاص ما في إلا أنهم يتكلمون ويقولون كل الصالفة الصالفة أن هذه البنت غير متزوجة وهذه البنت اسمها فاطمة عمرها 26 سنة وكانت عايشة مع أمها أخوانها كل واحد يدور على رزقها وكل واحد من جهة يعني يبحث من بلاد إلى بلاد ومتغربين عشان يعني يساعدون أهاليهم فبالتالي كانت هذه البنت أصغر وحدة وعايشة مع أمها وأبوها أمها وأبوها ما يتفاهمون معاها ما في يعني تفاهم البنت كبرت وبدأوا الخطاب يخطبونها من جميع الجهات لكن هذه البنت كانت دائما ترفض تحب إنها تسوي حالها مثل حال البنات الباقيات إنها تحب وتعشق ويعني تمر بعلاقات عاطفية شنو سوت هذه البنت قعدت تدور يمين وشمال على أي رجل ممكن تلاحظه أو إنها تتعرف عليه وفي هذه الأثناء كان جارهم رجل هذا الرجل اسمه عطفي كان عنده عضلات وكان يعني مملوح هذا الرجل تفاجأ يوم من الأيام إنه وحدة تتصل عليه مين أنتي شنو تبينه بيتعرف عليك أنا أحبك قوي أنا لازم يعني أفتح معك علاقة سوية علاقة جديدة أنا أحبك كثير ومن زمان أبي أتواصل وياك والحمد لله أني قدرت أحصل على رقمك أهو استغرب لأن أهو أصلا متزوج وأصلا هذا حكاية حكاية هذا الرجل لأن كان أخوه الكبير اللي كان على علاقة وياه يعني جدا قوية للأسف توفى في حادث وكان هذا أخوه متزوج ما مداه يعني تزوج إلا توفى طبعا أهلا قالوا له خلاص يا ولدنا تزوج مرات أخوك قامه فعلا تزوج مرات أخوه وعاشوا إياها ثلاث سنوات بدون حمل وحاول إنها تنجب وعملوا أكثر من عملية على أساس إن زوجته هذي تنجب لكن دون فايدة للاسف إن أمه وأبوه توفى وأيضا وصار هو وحيد فريد مع هذه الزوجة اللي تحمل ذكريات مع زوجها اللي هو أخو عطفي هذا الكلام اللي قالوه مبدئيا الأهل أهل اللي هي البنت فاطمة طبعا الشرطة أكيد بتاخذ من الجانب الثاني راحت تسأل الجيران والحارة اللي ساكنين فيها عطفي وكذلك هذه البنت المتوفية فاطمة فعرفوا إنه فعلا فيه علاقة ومصادر موثوقة بين فاطمة وبين عطفي فهنا الشرطة أكيد استدعت عطفي أول ما استدعته وهو كان يشتغل سواق وكان عمره تقريبا 28 إلى 29 سنة وكان يعني ما عنده أي سوابق ولا عنده أي مشاكل مع الشرطة عمره في حياته ما أخذه أو حقه قوية في أي خلاف ماشي مثل ما يقولون جنب الحيطة فلما أخذه الشرطة وحقه قوية أنكر نكران تامب معرفته بهذه البنت وقال لهم حرام إنه بعض الظن إثم رواه صورتها البنت كانت منقبة فلما رواه صورتها قال إيه هذه أعرفها هذه فاطمة بنت فلان الفلاني جيراننا قالوا لا طيب أنت الحين شلان تعرفها وهي منقبة قال لهم إيه يعني أعرف ملامحها تمشي وتطلع يعني وهي من ثلاث سنوات تنقبت تقريبا وأنا ما بيني وبينها أي علاقة وحالي من حال الجميع يعني اتفاجأت أن هذه البنت توفت ولا أدري أصلا أن هذه البنت لها علاقة بأي أحد فهنا الضابط قال لا طيب أنت تعرف أن هذه البنت كانت ما تطلع من بيتهم فترة معينة قال إيه وأنا سمعت أن أهلها منعوها وحبسوها في البيت عشان يعني في واحد اغتصبها وعمل معها غلط فبالتالي أهلها منعوها وخلوها تلتزم في البيت وحبسوها قالوا للشرطة يعني أنت ما رح تعترف قال أنا هذا الكلام اللي عندي ما عندي أي شيء مستحيل أن أسوي في هذه البنت أنا ما بيني وبينها علاقة جابوا أهلها وواجهوهم معاه أول ما شاف أهلها بغى يخاف ويهرب وأهلها بغى وينكمشون فيه ويقطعونه حتت أهلها قالوا إن كذا مرة يشوفون البنت اتكلم هذا الرجل حاولوا مرة مرتين ثلاث يردعونها مرة زمروا عليها مرة صرخوا عليها الأم تعبت وياها نادت عيالها قالت لهم تعالوا من غربتكم ومن هجرتكم ومن بلدانكم عشان بس تربون أخدكم أنا ما أقدر عليها جاوا فعلا وربوها وضربوها طق لما قالت آمين منعوها أيضا إنها تطلع من البيت قفلوا الباب في الدخلة وفي الطلعة ومو بس كذا قاموا أمروها إنها تلبس نقاب ولا تطلع من بر البيت إلا منقبة غير كذا حاولوا إنهم يحرمونها من أي شي حتى الجوال شالوا عنها لكن اللي في نفسه شيء وفي خاطرة مستحيل أحد بيقدر يعني يجبره إنه يمتنع عن الغلط إلا الله سبحانه وتعالى إذا أهدى الإنسان فهذه البنت كانت اتعاني من الفراغ وكانت كلما يعني صار عندها فرصة إنها تطلع من البيت تحوم حوالي يعني أي رجل تبي تتشبص فيه يا هي عندها نقص عاطفة نقص حنان أو إنها تدور عن شيء يملي الفراغ حقها فإيش صار بالنسبة لهذه البنت اللي هي فاطمة فاطمة قامت تلاحظ هذا الشاب اللي هو عطفي وقالت لازم أنا آخذ هذا الرجل بأي وسيلة فراحت تتوصل له عن طريق إنها تبي رقم جواله فراحت عند أقرب واحد صديق حق هذا الرجل اسمه محمد فراحت عنده وأعطاها رقم جوال عطفي ومن هنا بدأت العلاقة ترتسم لكن العلاقة كانت غلط من البداية لأن هذه البنت قامت ترسم على علاقة غير شرعية مع هذا الرجل العطفي وبالسر وبالكتمان لكن كل ما صار الأمر يعني ياخذ وقت طويل وفترة طويلة كل ما زادت العلاقة في الانكشاف فهذه البنت فاطمة قامت على طول تكلم هذا الرجل يوم عن يوم وقت عن وقت إلى أن أوقعها في مصيتها في البداية ما كان عاطنها واجه يعني يقول لها أنا متزوج وعندي بيت ولازم أني يعني أعيش مع امراتي لكن دون فايدة إيه كانت فاطمة تحبه بشكل جنوني لدرجة أنها تبحث عنه في كل مكان وكان وهو خلاص يعني تعب من كثر ما يصدها ما يصدها ومثل ما قلنا هو كان يعني يشرب الكحول وكذلك المخدرات لأنه من ماتت أمه وأبوه ومات أخه صار وحيد كان على طول يعني يرمي أحضانه على هالممنوعات هذوله عطفي كان للأسف عنده صديق اسمه جمعة جمعة كان عمره أيضا 27 إلى 26 سنة وكان متزوج وعنده أربع عيال وكان يعني يشتغل نجار أما عطفي مثل ما قلنا سواق جمعة كان يشوف الغلط من اللي هو عطفي مع هذه البنت استغلال قاعد يستغلها الرجال فقال له يا عطفي خلاص اترك البنت في حالها خل البنت مع أهلها تعيش حياتها البنت أهم ما عندها هنا الشرف وإذا صارت البنت مبشري فصدقني راح يضيع مستقبلها وهنا ما عندهم لعب في هذه الأمور فمستحيل راح تتزوج وراح تضل خايفة من العار طوال حياتها وهو كان يضحك عليه ويقول لا طيب أنا اللي دورتها هي اللي بحثت عني وهي اللي دورت عني شا سوي لها يعني فكان جمعة يعني بين الحين والآخر يعني يكلمه ويقول له هو يفهم أنه خلاص ابتعد عن هذه البنت يعني الشرف غالي لكن هذا الرجل أبدا ما كان يعطيه أي اعتبار عطفي استغل هذه البنت من شدة حبها له لدرجة أن أهلها يضربونها ويصارخون عليها ويضحك عليها أصلا يقص عليها وهذا أكبر غلط أن البنت تجري وراء أي إنسان يعني عشان تاخذ منه الحنان أو العطف لأنها محرومة منه من أهلها على العموم هذا الرجل أوقع في حبالها وقام شوي شوي استدرجها تروح معاه المزارع أو تروح معاه في الشقة أو البيت حقه إذا كانت زوجته رايحة عند أهلها وقام يمارس معاه الرذيلة أو العلاقة الغير شرعية وكانت إهي تصدقه كانت فرحانة أنه يعني يحبها وأنه متجاوب معاها ما كانت تدري أن هذا التجاوب راح يحملها مسؤولية اللي ما بعد هذه النتيجة وفعلا بعد ما اتطورت العلاقة وصارت من علاقة جوال إلى علاقة غير شرعية كانت تروح بدون ما يدرون أهلها وتجي في البيت لأنه مثل ما قلنا يعني أهلها لا متى بيظلون يحبسونها أخوانها مثل ما قلنا كلهم يشتغلون برا والأم كبيرة في السن أوكي تقفل الباب بس مو على طول على العموم بعدها قامت هذه البنت اللي هي فاطمة يعني شوي شوي تحس بأعراض تعب يعني أعراض حمل فشوي شوي حصل لها ترجيع تستفرغ دوار في الراس وقامت من الخوف تركض على طول راحة تشتري تحليل حمل وبهنا كانت الصاعقة عند هذه البنت فاطمة لما اكتشفت إنها حامل فهنا شلون راح تقنع أهلها وشلون راح تتزوج من عطفي وشلون تحل هذه المشكلة والطامة الكبرى اللي على راسها فقالت ما في إلا عطفي اللي هو سبب هذه الخطيئة لازم يصلحها فقامت واتصلت بعطفي وقالت لها لازم أقابلك بأي وسيلة قال لها شلون تقابليني وانتي أصلا محبوسة من زمان قالت لها أرجوك خلنا نتكلم الآن ترى أنا الحين حامل ولازم هذا الحب اللي بيننا يعطفي انوثقه بزواج لأنه بعد شوي يعني شهور بسيطة راح يكبر الحمل وراح يكبر بطني والناس كلها بتعرف وانت بتوقع فيها قال لها ليش في دليل اني أنا على علاقة معاك ما في دليل انتي وقع فيها انتي اللي رميتي نفسك في أحضان أي رجل أنا مو السبب اللي عملت فيك كذا قامت هي قالت لا الله أكبر يعني ضحيت بكل شي عشانك تركت أهلي وعصيت أمرهم ورحت وراك أجري وعطيتك أغلى ما عندي اللي هو شرفي في الأخير تتخلى عني يا عطفي قال لها والله هذا اللي أنا شوفه ماني مستعد اني أخرب بيتي قالت لا أجل شوف والله إذا ما صلحت الأمر أقسم بالله اني أقوم وتكلم عند القاصي وداني انك انت عملت فيني هذه الخطيئة وبدأت هنا تهدده انه إذا ما صلح الأمر بأقرب فرصة وتزوجها راح تفضحها بجلاجل وقالت أنا بايع نفسي أنا كذا خلاص طحت فيها قال لها طيب أنا عندي حلك قالت لها شنو قال لها ش رايك أني أوديك عند أقرب مستشفى وتنزلين هذا اللي في بطنك قالت لي يا سلام والحين أي مستشفى هذا اللي بيخون نفسه وبيسمح لي أني أسقط الجنين قال لها شوفي يا بنت الناس ما في إلا هذا الحل تعرفي ليش لأني أنا أبي أتزوجك وأنا أحبك صدقيني لكن شلون الحين يعني ما عندي وقت أني أتزوجك أهلك راح أقنعهم وراح أتقدم لك رسمي ولازم أدفع لك مهار كل هذا يبيلة يعني تضبيط يعني شهر شهرين ما يبيلة الآن الآن أجي أخطبك فقالت لي طيب شنو الحل بنظرك قال لها شوفي يا بنت الناس عشانك وعشاني تعالي نروح عند أقرب مستشفى وهذا المستشفى أنا كلمت الدكتور قال لي جيبها وأنا سقط الجنين لا منشوف ولا مندره عشان بعدها أنا أتزوجك بعد شهر إذا كونت نفسي قالت لا أنت صادق يا عطفي أخيرا راح نتزوج والله يا عطفي أحبك لا تعمل لي كذا وتقدر فيني قال لها صدقيني أنا أحبك يا فاطمة ونزعلان منك كثير لأنك أنت مش وثقة فيني أنا هذا بقالي ثلاث سنوات معاك ليش ما تركتك وكنت كل مرة تزداد علاقتي وياك وأنا أحبك وقال لها الكلام الممشوق الكلام العسل الكلام العشق والغزل والهيام اللي خلاها تصدقه وتقتنع في كلامه قالت له خلاص اللي تأمرني فيه بمشي معاك عشان أبين لك يا عطفي أني أحبك وماشيا معاك على أي كلام أنت تقول لي شفت كيف قد إيش أنا أحبك وعصيت أهلي قال لها بس خلاص تعالي وأنا رح أحلك المشكلة وفي الأخير شهر بس انتظري علي وراح نتزوج قالت له تمام راح على طول سكر من عندها عطفي وراح كلم صديقة اللي هو جمعة قال له يا جمعة أنت فين قال له أنا موجود في البيت قال له تعال أبيك في مشوار ضروري لأنه عندي مشكلة أبي اليوم اليوم أخلص عليها واليوم أمسحها ونظفها قال له طيب شنو قال أبي أمسح عاري ما أبي فضيحتي تتم على هذه البنت الوصخة اللي قاعدة تهددني ليش أنها عطتني شرفها لأنها رخيصة رمية نفسها فقال له جمعة طيب وانا شنو ذنبي شنو أسوي قال له ما عليك تعال يا جمعة ليه عند المستشفى هذا المستشفى قريب جدا من قريتهم تعال بالتوك توك وبعدها أعلمك شنو راح نسوي فيها راح جمعة وفعلا أخذ التوك توك وراح إلى المستشفى وشاف فاطمة موجودة هناك على أساس إنها بتدخل المستشفى أول ما وصلت فاطمة إلى المستشفى يعني بتدخل إلا أخذها قال لها لا تعالي أبا كلمك راحت معا قال لها شوفي مين تكوني يا بنت لفلان الفلاني إنك تهدديني وتقولي لي إنك راح تفضحيني على أي أساس تفضحيني أنت من تكوني أنت حشرة تعرفي شنو راح أعمل لك أنا راح أخليك عبرة لمن لا يعتبر قالت لا يعني زاي قال لها مش أنا اللي عملت فيك هذه الحاجة وما راح تتكلمين ولا تقولين اسمي في الفضيحة هذه أنت مسؤولة عنها قالت لا لا أنا مش مسؤولة المسؤول معاي أنت ما يصير يا عطفي خلاص الله يخليك خلينا ننهي هالمهزلة هذي وأنا مستعدة الآن أهرب معاك ونكتب كتابنا خلاص الله يخليك أنا تعباني نفسيا ما أنا عارفة شلون أرد على أهلي وكل يوم بطني يكبر عن أول فقال لها طيب ترفي شنو الحل الحل أني أوديك أرميك في البحر قالت له تركني هنا وسبني في حالي خلاص روح في حالك قال لها لا ما هدك بما أنك بديتي بالتهديد فإذا تركتك شنو يضمنني أنك ما راح تجي بين سيرتي أكيد الأهل والناس بيسألونك مين هذا اللي قام بهذه العملة فأكيد راح تقولي لهم أني أنا قام وأخذها وبالضرب وبالشتيمة وداها إلى مكان بعيد في الغيط وبعدها قال حق جمعة شوف يا جمعة اخذ السيارة ودها بعيد لما أنا أناديك أتصل عليك قال لها جمعة تمام راح جمعة وما يعرف شنو اللي صار قام هذا الرجل اغتصبها ومن ثم عطفي قام وأخذ الغترة حقتها وراح وخنقها وهي تتوسلها وتترجع إنه يستر عليها وإنه لا يقتلها ولا يذبحها فقال لها لازم أقوم بهذه المهمة عشان أعلمك ليش تغلطين وليش تهدديني وأنا لازم أعمل هذا الفعل عشان أسكر العار بأي وسيلة خنقها لما خلاص بغت تموت وأغمى عليها من ثم قام وربط أياديها وبعدها كتجاه هذا جمعة وشوف المنظر اللي يسويه هذا عطفي لأنه بعدين شهد عليه وربط أياديها بهذه الغترة ومن ثم قام وأخذ اللي هو طابوقة أو مثل ما قلنا باللغة الفصحة حجر بناء وحطه داخل العباية وأيضا دخل جسد فاطمة داخل هذه العباية إنزين العباية كانت مغلقة لكن من الأعلى جهة الرأس وكذلك من الأسفل جهة الرجول مفتوحة فقام وربطها بإحكام عشان ما يطلع أي شيء من جسدها ومن ثم راح وداها عند قرية اسمها قرية أبو عزيز ورماها هناك في النيل في الليل لا من شاف ولا من درة وبعدها فرحان راح للبيت وهو يعني متأكد إنه ما راح ينكشف أمره لأن جثتها مثل ما قلنا حاط عليها ثقل فأكيد هذا الثقل راح ينغرس في الأرض ما كان متوقع أبدا إنه راح تطفي في خلال أيام بسيطة وراح ينكشف سره وينفضح أمره خصوصا فضيحة الحمل هنا بعد ما اعترف حلف للشرطة إنه كان ذاك اليوم مخمور وإنه ضغطت عليه بأي فرصة وبأي وقت إنه لازم يقوم بأي عمل اتجاهها سواء زواج تهربويا عشان ما توقع فيها هذه المصيبة خافت هي إن أهلها يقومون ويذبحونها ويقتلونها أما جمعة لما يعني الشرطة قالوا لأ أنت مالك دور شنو وداك هذا اليوم لصديقك عطفي كأنك أنت مشارك أصلا في الجريمة قال لهم يا بيه أنا عندي عيال وأنا المجنون اللي رحت وياكنت أيضا مخمور ولا أدري شنو أسوي لكن لما شفت إيش سوى عطفي رجعت البيت وأنا في انهيار تام وانتفض وما نعارف ش سوي وأنا والله إني لا لمستها ولا ذبحتها ولا سويت فيها شي الغريب في الأمر إن عطفي لما خلص واغتصبها تخيلوا إيش سوا راح حق صديقة جمعة قال له إذا تبيت اغتصبها اغتصبها ترى هذه رخيصة باعت نفسها لي فقام جمعة قال له لا لا أنا ما بيأغتصب أحد أنا عندي بيت وعيال ما أنا بايع نفسي ويا محاول جمعة إنه يمسكها ويكلمها ابتعدي عن الحرام يا فاطمة ابتعدي عن عطفي يكلم عطفي أكثر من مرة إنه عطفي يبتعد عن فاطمة ولا يعملون الحرام لأن الحرام ما راح يجيب إلا الفضيحة والدمار حق الأسر لكن دون فايدة ما كانت فاطمة تسمع له وكانت فاطمة تروح حق هذا عطفي كأنه يعني غشاوة على عيونها ما كانت شايفة أبدا غير عطفي لدرجة إنه كان عطفي يضربها ويهينها قدام جمعة وما كانت تتكلم تخيلوا كانت ساكتة وما كانت ترد من شدة حبها لهذا الرجل اللي كانت تحسبة إنه أهو رجل أحلامها شوفوا إيش سوا فيها فعشان كذا أي بنت راح تسمع هذه القصة وخصوصا سبحان الله قد يطيح هذا الفيديو على أي بنت في سن مراهقة يا نوياك دورين على حنان أو لأنك فاضية على علاقة مع أي رجل تبين علاقة عندك أمك عندك أبوك وهم المسؤولين عن العطف والحنان إذا ما عندك يتيمة أو أهلك قاسين لا تلتجئين للحرام روحي التجئي لربك وادعي الله إنه يبعدك عن الحرام ولا تمسكين الجوال والدورين على الشباب شوفي شنو وصل هذي فاطمة إلى المهلكة بسبب انجرافها وراء الحرام طبعا عطفي لما خلاص انكشف أمره وحاول في البداية إنه ينكر ولما واجهوه بأهلها انهار وبعدين واجهوه بهذا صديقة جمعة اللي أقر واعترف بكل شي قام يصيح وانهار واعترف لكن أيضا الشرطة لما حللت الحمض النووي اللي كان في جسد المرحومة فاطمة كان نفسه يعود إلى عطفي وكان فعلا لا يوجد أي حمض نووي على جسد فاطمة لصديقة جمعة فمعناه إن اللي قام بهذه المصيبة كلها عطفي عطفي حكم عليه بالإعدام لكن قال لهم إذا شايفين أني أنا فعلا أستحق هذه الجريمة أرجوكم أنكم تذبحوني الآن بأي مسدس وتقتلوني أفضل لي وأشرف لي من أني أقعد في السجن لأني أنا تعبان وماني مستعد أني يعني أظل مع مجرمين وقتله فترة طويلة في السجن أما بالنسبة لي جمعة كان شريك وكان ساكت وتستر على الجريمة وراح معاهم ونقلهم بالسيارة من المستشفى إلى الغيط ومن الغيط إلى النيل فبالتالي أهو قام بعملية الشراكة فهنا اعترفوا أقرب هذا الشيء والتهمة أيضا وجهت إليه سواء كان ما عنده أحد يصرف على عياله سواء كان فقير سواء أخذهم بالعطف إنه وحيد وإنه ما عمل هذا الشيء لازم يطبق القانون فبالتالي حكم عليه بالسجن المؤبد عدة سنوات لما ينال جزاء أو يطلع بعدها ما يشارك بأي جريمة للأسف إن هذا الشيء كم مرة انواعي البنات وخصوصا المراهقات وحتى هذه البنت يعني ما هي صغيرة فاطمة في الستة وعشرين من عمرها التجأت إلى الحرام شوفوا لوين وصلها هذا الحرام لا تلتجؤون للموبايل الموبايل استغلونا في أشياء مثمرة في أشياء تعود لكم بالنفع مثل قراءة قرآن مثل أدعية مثل مثلا تشوفون أشياء الثقفكم مثل توعية الذات توعية النفس أشياء تكون مثمرة وتستفيدون منها كيف أنكم ترتبون المنزل ليش كل هذا تهدونه في الجوال وتروحون حق أشياء ما لها داعي عشان تغزلون أو عشان تبنون علاقات غير صحية مع أي رجل هذه نهاية كل بنت ما تسمع كلام أهلها وأيضا بالنسبة للأهل ليش ما تمسكون بناتكم وتحتوونهم ليش تخلونهم يدورون على العطف والحنان برا بما أن هذه البنت كانت يعني قاعدة في البيت وما عندها أي رفيق ولا ونيس ولا صديقات ليش تعطوها الفرصة أنها تروح لأي رجل ترتمي في حظنا لأن فاطمة كان الحق على أهلها المفروض أهلها يحتضنونها وما يخلونها بدون ما يطقونها ويضربونها وعنفونها أنها ما تسوي الغلط المفروض أنهم يكلمونها ويتفاهمونه إياها وهنا تبدأ الحوار بينهم وبينها وأيضا ياخذونها إذا ما في حل معاهم إلى أي بلد أو أي مكان يشتغلون فيه مع حريمهم ومع عيالهم ولا أنها تصير هذه المصيبة ولازمهم العار طوال حياتهم الناس بتعايرهم هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو